الانقسامات تحيط ليبيا داخلياً وخارجياً. هذه المرة، الخلاف يقع بين من يفترض أن يجد الحل لأزمة طال أمدها. داخل أروقة مجلس الأمن، يناقش مقترح بتمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة لعام آخر. كما ينص المشروع على ضرورة أن تتخذ السلطات الليبية خطوات لتسهيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أسرع وقت ممكن. ولأنها أساس التوصل إلى حل سياسي، يدعو مشروع القرار الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى وقف كل الدعم للمرتزقة في البلاد وسحبهم الفورية. وفقاً للمصادر الدبلوماسية، هناك رفض من أعضاء في مجلس الأمن على نص المشروع. تأتي روسيا على رأس الرافضين، وهي تطالب بتعيين مبعوث جديد بدلاً من ستافاني وليامز. في سبتمبر الماضي، ظهرت الانقسامات بين الغرب وروسيا بشان تمديد المهمة السياسية، وهددت موسكو باستخدام حق النقد الفيتو بسبب خلافات على آليات انسحاب المرتزقة. الخلافات داخل المجتمع الدولي تنعكس سلباً على الأوضاع الداخلية في ليبيا. فالبلاد تعاني أساساً من انقسامات بين مؤسساتها عرقلت إجراء الانتخابات في موعدها. وحتى الآن لم تظهر بوادر حل حقيقية تشير إلى إمكانية عقد الانتخابات قريباً. على العكس، تشتد الخلافات بين البرلمان والسلطة التنفيذية. فقد صوت أعضاء مجلس النواب الليبي ضد مشاركة المجلس الأعلى للدولة في اختيار رئيس الحكومة الجديدة أو التشكيل الوزري أو حتى في المشاورات القاصة برسم خارطة الطريق خلال المرحلة المقبلة. فيما تتحدث المصادر عن حجد متزايد للميليشيات تشهده العاصمة ترابلوس، مما ينذر بمواجهات ميدانية قد تنزلق إليها ليبيا مجدداً.